ازايك؟ كل سنة حضركم طيبين طلبتوا مني فيديو مقارنة مبارح ما اتأخرتش عليكم ونايم حوالي اربع ساعات بس حتى وقت دايق مش قدل التزاماتي خالص ومع كده برضو بكون حريص ما اتأخرش عن موعد نزول الفيديوهات مبارح مسلا المغرب بيأزن يعني قبل ستة ونص انا مخلص منتاج سبعة ونص ومرضتش طبعا اقوم افتر ولا اي حاجة فضلت قاعد لحد ما خلصت خالص المهمة سلسلة الام ودية اختصار مانستر او يعني واحش بس عادنا الكلمة دي بيستخدموها في كارتون الاطفال وسلسلة الا وهي اختصار كلمة آسم او اللي هي مذهل او مدهش مقارنة النهاردة مهمة وقوية جدا وعدتكون الفايصل في الاختيار الموبايلين شبه المتشابهين في الاسم ولكن مختلفين في حاجات تانية كتير سامسونج ام 55 وسامسونج اي 55 ولاد العام نفس الاسم من سلسلتين مختلفين وقبل ما اتعمق اكتر من كده لا تستطيع اشتراك او سبسكرايب وتفعل الجرارات او انفتاكش اي فيديو جديدين ازيلو وما تنساش اللايك الجميل للفيديو والمقارنة هكومة تقسم الجواد منفصلة وليست متصلة يعني ما تختارش على اساس النتيجة الاجمالية في الاخر عشان مش كلنا في الموبايل استخدامنا واحد مش كلنا زي بعض مسلا واحد اسمه احمد اهم حاجة في الموبايل اللي عايز يختاره هو الديزاين الشيك للموبايل وهي الكاميرا مسلا حد تاني مهتم بالاداء والجمز والشاشة وهكذا واللي بيكسف في اي جانب بيتضف له بوينت او نقطة ولو تعادل كل موبايل بيزيد نقطة بالنسبة لمحتويات علبة الهاتفين كده بسرعة سامسونج اي ففتي فايف مفيش في العلبة غير الموبايل ودبوس الخط والكيبول اللي هو تايب سي لتايب سي سامسونج اي ففتي فايف بيدبوس الخط كيبول تايب سي وادابتر الشاحن بس مش لكل الدول مش لكل الناس وممكن تشوف الفيديو اللي فتحت شتفهم اكثر متن محتويات العلبة مش موحدة فمش حنقيم عليها هنا بالنسبة لجانب الخامات والتصميم او الدزاين الماتيريا الهاتفين فلسفة التصميم ورصة الكاميرات متشابهين ولكن في الشكل وليس الخامات مختلفين يعني سامسونج اي ففتي فايف بيقدم لك خامات بلاستيكية بالكامل بالي كاربينت سواء على الظهر سواء على الفريم يعني في كل ما كان بالي كاربينت انه بيفتقل الفخامة في مسكة الموبايل مبتبقاش افضل حاجة بينما مسلا سامسونج اي ففتي فايف بيجي بشكل افضل برأيي وخاصة النسخة اللي بلون لازل لدي شكلها التحفة او الكحلي ومش بس الشكل اللي مميز يا جماعة الخامات بظهر انها زجاج من الشركة الامريكية كورنينج والفريم او اطار الموبايل ميدل او اللي هو الامينيوم حاجة بريميوم جدا وطبعا تكلفة اعلى في الخامات بص كده برضو في السمك الموبايلين جنب بعضهم واضح اوي اوي قد ايه سامسونج ام ففتي فايف ارفع بكتير سامسونج اففتي فايف بولك كده شوية واللي هو ساميك يعني عشان طبقات المترجل في الموبايل ده كوزن بقى سامسونج ام ففتي فايف خفيف اوي 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 اعلى من مية وتمانين جرام بفرق بسيط طبعا الوزن بيختلف باختلاف دقة الميزان بس السامسونج رسميا قاله ان الموبايل مية وتمانين جرام قدروا يحققوا بصراحة وزن خفيف سمكة اكتر من ممتاز وخلي بالك ان ما تبصش على دلوقتي بص بعد ما تشتري جريب تجاري تقيل سامسونج اففتي فايف مسلا هيبقى داخله في حوالي ربع كيلو ولو انت مش متعود على مسكة الموبايلات التقيل اما كل موضوع مبقاش لاطيف اوي بالنسبة لك بيبقى مزة طوبة صغيرة كده في ايدك او حاجة انا شخصيا ما بيفرقش معي وزن الموبايل طالما في الرينج الطبيعي سامسونج اففتي فايف وزنه تقيل بس طبيعي شوفنا زمان هواتف في سلسلة ام كانت بقى اوزان ضخمة كانت ببطارية 7000 ميلي امبيرو وكان مزود الصمك والوزن جميع اللي كانت بقى في اول جانب هنا هو سامسونج اففتي فايف لان بالرغم ان السامسونج اففتي فايف اخفف الوزن وارفع في الصمك وكل حاجة لانهم كانوا بيحاولوا طبعا يخلوا فروق واضحة وان ما فيش موبايل فيهم يؤثر على مبيعات الاخر او يكون مديل ليه ولكن سامسونج اففتي فايف اشياء في الشكل افضل بكتير في الخامات المستخدمة مصروف عليه يعني وكمان ده عتاد قوي جدا بالنسبة لموبايل فاقة متوسطة ويفعل كده ان الموبايل بمعيار او باي بي سكتي سيفن سكس يعني مقاومة الاتربة والتراب او السولد ودي اعلى حاجة وسبعة واللي هي من تمانية اعلى حاجة ان الموبايل ممكن يتغمر في مية لمدة تلاتين دقيقة على عمق متر بدون اي مشاكل في حين ان سامسونج اففتي فايف مفيش اي بي ريتنج وينجاح جالاكسي اففتي فايف في التفوق بنقطة وحيدة تبقى نتيجة دلوقتي واحد صرفي لسامسونج اففتي فايف وطبعا في فيديو تفصيلي لكل موبايلين على القناة فاعتلقيني ما بخشش في تفاصيل كتير بالنسبة الاهم الجانب باع للشيب ست في اي موبايل وهو جانب الشاشة وعشان اطمنك كده في الاول الى هاتفين هنا صناعة الامراكة الكورية سامسونج طبعا فما تقلق شي ابدا من يعني دول اصل الشاشات يا جماعة سامسونج رقم واحد في تصنيع الشاشات في العالم حتى هواتف الايفون اللي الاكثر مبيعا من تصنيع سامسونج بس بمعايير خاصة بابل كده الهاتفين جم ببعض الاول وحاول تتعرف كده على كل موايل فيهم في شاشة فيهم شارب اكتر من التانية الوانها متزبطة بشكل اكبر خاصات داينامج رينج انا سايبك اهو الاول تحكم بنفسك وهو يقولك بعد اللحظات ايه هو الموبايل لفوق ايه هو الموبايل اللي تحت ولوِعرفت الوحدة اكتبقى برينت ورجل التقني خبير الموبايل اللي فوق هو سامسونج M55 واللي تحت هو سامسونج A55 واحد هيقول لي ايه ده معقول يا نوار يعني شاشة سامسونج M55 الوانها متضبطة ومشباحة اكتر وشارب شوية كان مبيعي ربما attempt هو الموبايل ارخص ايوا ولسبب قلناه في الفيديو الي فات وشرحناه شاشة سامسونج M55 يا جماعة هي شاشة سوبر اماليد بلس في بلوس هنا وديه تطوير على السوبر اماليد العادية من ناحية السوق بكسلز في الشاشة دي اكتر وكان واضح آه جدا قدامنا بالتجربة العملية ان الشاشة كانت شارب والوان افضل شوية من شاشة السوبر اماليد العادية وديه برضو خير ضليل علقنا mirad الفيديو اللي فاتت ان اللي بانال اماليد دي راجعة درجات ونزي بعض سامسونج عواده الخامات الاغ än في ال M55 بالشاشة افضل شوية هن. بيفكروا دايما يعملوا فروق واضحة. بأكد تاني ان الموبايلين ما فيش واحد فيهم يقلل مبيعات التاني. ما ياكلوش فبعض. وبقول لك كده عشان في بعض التعليقات بجيلي يا نوار طب قل لي افضل موبايل. كزا ولا كزا? صدقني يا جماعة. الاجابة دايما ما بيكونش كلمة. سامسونج اففتي فايف دقة الشاشة اللي هو العادي في الفئة المتوسطة دي ما فيش حاجة زيادة. الشاشة اكبر بحوالي ربع سنتي. ستة وسبعة بوصة يعني. والسطوع في الموبايل ده بيوصل لالف ناتس. وده والشاشة بتدعم مية وعشرين هرتز رفش ريت. الجانب الاخر سامسونج اففتي فايف. شاشة اصغر بربع سنتي ستة وستة بوصة. في دعم اتش دي ار تيم بلس رسميا. كنا شرحنا الميزة دي قبل كده. عمتا هي مفيدة لو انت بتحب مسلا تتفرج على الافلام ومسلسلات اتش دي ار على منصات الاستريم زي ناتفليكس مثلا. مية وعشرين هرتز شاشة هنا وسطوع الف ناتس. ويبقى اللي كسب في جانب الشاشة هو سامسونج جالاكسي ام. لا. اللي كسب في الجانب ده هو سامسونج جالاكسي اي ففتي فايف. لان مع الفروق اللي وضحناها. بس تعم اتش دي ار تيم بلس حاجة مهمة في تجربة المشاهدة لو انت محب مشاهدة المحتوى. ولو ما كناش عرضنا الفرق بين الوان الشاشتين على الشاشة بنفس الفيديو ما كنتش هتاخد بالك اصلا لان الشاشتين ممتازين بصراحة في الالوان. وما زالت الوان اي ففتي فايف ممتازة برضو. بالاضافة لحاجة تانية مهمة ان البانيل الامر ده جماعة غالي جدا. السامسونج دلوقتي حصنوا شاشة اي ففتي فايف في زجاج حماية جوريلا جلاس فيكتس بلس. حماية ممتازة من الخدوش والصدبات وحتى من الوقعات. وشفنا في فيديو سابق الاختبارات اللي بتحصل جوه مصنع نفسه بيوريك الزجاج ده بيتحمل قد ايه او اللي هو السقطات والحاجات دي كلها. شفنا وشفنا كمان. وكونوا ان هما يستعملوا زجاج حماية بريميوم دي تكلفة اضافية. سامسونج بقى ما ذكروش خالص اي حاجة في زجاج حماية ولا لأ في وانا اعتقد ان لأ مفيش. عشان قبل كده الفئة المتوسطة كانت الهواتف اللي هي سعرها اقل كان بتنزل من غير زجاج حماية عادي جدا على الشاشة. وخاصة سلسلة الامة عشان طوله عمر السلسلة دي سعرها اقل. ودي اسباب واضحة جدا ان سامسونج يكسف في جانب الشاشة هنا وتبقى النتيجة دلوقتي اتنين سفر لصالح سامسونج اي ففتي فايف. ولو انت مش فرق مع عدة عم اتش دي ارتين بلاس رسمي ونوي تشتري سكريم بورتكتور حاجة نضيفة حاجة غالية او زجاج حماية يعني بجودة عالية للشاشة. وقتها ممكن الفرق بالنسبة لك ما يكونش بالحاجة الكبيرة. في مقارنتنا هنا بنلتزم دايما بقى اعلى قدر من الحيادية والموضوعية. بالنسبة بقى الجانب غاية في الاعمية يا جماعة وهو الاداء والالعاب. بص كده بسرعة فتح الالعاب هتلاقي ان سامسونج اي ففتي فايف بيحمل لعبة مسلا وبيزبق كمان. بس بص كده على سامسونج اي ففتي فايف هتلاقي بيشغل اللعبة على وماكس فريم ريت. طبعا يا مكتوبة بالبرتجيس بالبرتجيس يعني بس انا قلتها لك. بينما سامسونج اي ففتي فايف بيشغل عدقة اقل وفريم ريت اقال. وهقول لك ليه السبب. بص اسي. سامسونج اي ففتي فايف بيجي بمعالج بابجريد ضخم بصراحة السنة دي في الاداء. وهو اخيرا معالج من الامريكية سناب دراجين سفن جين وان او يعني. وده على عكس المتوقع وافضل من هما كانوا استخداموا اجزنس طبعا. بيكون مدعوم بشكل اكبر من مطوري الالعاب. وحتى لو فكرت مسلا تنزل جوجل كاميرا على موبايلك اشتغل نتائج صور افضل. هتلاقي بسهولة جدا لو المعالج بتاعك سناب دراجين. ولو خيرتني في اي يوم اختار معالج سناب دراجين او اللي اختار معالج اجزنس اختار في اي وقت في اي يوم معالج سناب دراجين طبعا. على النقيب بقى سامسونج اي ففتي فايف بيقدم لك الشيب ست الخاص بسامسونج اجزنس اربعتاشر تمانين. بالرغم النقاط تطوير عن السنة اللي فاتت عن التلاتاشر تمانين. واعلى في سرعات الانوية ان ان يا جماعة بيطلق عليه سيستيم يعني سيستيم كامل او نظام كامل على شريحة او زغيرة جدا. في اجزاء كتيرة على الفكرة ان عمره ما كان معالج رئيسي ومعالج رسومي مضمج بس. في حاجة مهمة جدا زي وحية المسؤولة عن معالج دستور. والشيب ست برضو هو اللي بيحدد الكاميرا بتاعت الموبايل بتاع حضرتك حتسجل فيديو بجودة ايه. وحتى دعم شبكات الجيل الخامس او من عدمه متوقف على من ضمن مكونات تانية كتيرة. او معالجات سناب درجن الامريكية بيهتموا بالتجربة الشبه متكاملة. يعني بيهتموا بكل الجوانب. مش بيهتم ان هو يزغل العينك بس بتردد معالج اعلى. وعشان كده مع سناب درجن عاددا بتلاقي استقرار اكتر في اللعب خاصة لوقت طويل. بيستحمل برضو لاستخدام الشاق وبيعيش لوقت اكتر في المستقبل. فهل نفهم في الجانب ده انه محسوم كده السامسونج ام ففتي فايف ولا الفرق هنا مش كبير ما بينهم والنتيجة هتبقى تعيده لان ما فيش موبايل كافي ان هو يكمل نقطة كاملة. وتبقى النتيجة دلوقتي تلاتة واحد لصالح سامسونج اي ففتي فايف. بس لو انت ما بتغيرش الموبايل كتير وباصص للمستقبل انصح جدا بجلاسي اكتر في جانب الاداء هنا او معالج سناب درجن يعني. وخلي بالك ده رأيي الشخص انوطولك في الاخر خالص عشان ما يأثرش على اسكور المقارنة. بالنسبة بقى لجانب البطارية. بطارية سامسونج ام ففتي فايف اقل من السنة اللي فاتت. اصبحت هنا خمس تلاف ميلي امبير بدلا من ست تلاف ميلي امبير. وحتى بعد ما قلت كده الموبايل اللي جماعها راس براس مع ادخم موبايل فلاكشيب جديد دلوقتي. سامسونج اي ففتي فايف زي اي موبايل تاني في فاته خمس تلاف ميلي امبير. ويبقى الجانب ده تعادل طبعا وكل موبايل حيزيب بوينت او نقطة. وهتبقى نتيجة دلوقتي اربعة اتنين لصالح سامسونج اي ففتي فايف. بالنسبة لجانب سرعية الشحن. قلنا قبل كده ان سرعات الشحن العالية مش افضل حاجة للبطارية خاصة على المادة الطويل. بس خلي بالك احنا بنتكلم عن سرعات الشحن العالية. ليه حاجة زي المية وما فوق. سامسونج حاليا بعيدة خالصة عن موضوع السرعات العالية ده. سامسونج اي ففتي فايف مسلا بيقدم تطوير جبار السنة دي خمسة اربعين واط. موبايل فئة متوسطة من سامسونج ده عايز اقولك دي معجزة يا راجل. سامسونج اس اربعة وعشرين نفسه جماعة موبايل فلاكشيب جديد بيقدم دعم خمسة وعشرين واط بس سرعة الشحن. خمسة واربعين واط دي دي نفس سرعة اس تولي فور اولترا. يعني موبايل فئة متوسطة بيقدم سرعة شحن محترمة جدا من سامسونج. وبقى اقل من تلت التمن من الموبايل الفلاكشيب. على النقيد سامسونج اي ففتي فايف مفيش اي تجديد في الخمسة وعشرين واط القديمة خالص زي معي في سرعة الشحن. واللي كسف في جانب سرعة الشحن هنا هو سامسونج ام ففتي فايف ويقلص الفارد لنقطة وحيدة وتبقى نتيجة دلوقتي اربعة ثلاثة ومازال التقدم لصالح جالاكسي بالنسبة لجانب الكاميرات سامسونج ام ففتي فايف يقدم لك تلت الكاميرات اتنين بس فصراحة لليوم لازمة والعادسة الاخيرة ملعاش لازمة. عادسة اسية خمسين مئة بيكسل اف وون بوين ايت. وعادسة الكادر الواسع تمانية مئة بيكسل اف وو بوين تو والاخيرة ميكرو ملعاش لازمة. وكاميرا امامية خمسين مئة بيكسل اف وو بوين فور. والموبايل بيدعم تسجيل الفيديو بجودة فور كي تلتين اف في اس. في المقابل بقى سامسونج اففتي فايف بييجي برضو بتلات عدسات اتنين بس لهم لازمة خمسين مئة بيكسل اف وون بوين ايت. اللي هي العادسة الاسية. واثنشر مئة بيكسل اولترا وايد للكادر الواسع. والاخيرة ميكرو ملعاش لازمة. والكاميرا امامية اتنين وتلتين مئة بيكسل اف تو بوين تو ودعم فور كي في الفيديو. كل موبايل نتائج صغر كويسة لوحدها. بس تعال بقى نشوفهم كده جنب لجنب ونشوف التفاصيل الضخيقة وقتها بتكون واضحة اكتر. بص كده على الشمال ده سامسونج اي ففتي فايف. واللي على اليمين ام ففتي فايف. النتائج متقاربة جدا. بس انا عاجبني اكتر على الشمال. وواضح ان في تفاصيل اكتر في الصورة. تفوق واضح لكاميرا سامسونج اي ففتي فايف بفرق بسيط. ويبقى الفيئس في الجانب ده هو سامسونج اي لا. الجانب ده تعدل عشان الفرق بينهم مش كافي ان اي موبايل يزيد نقطة وعلى فكرة الهاتفين كويسين في التصوير. بس الفكرة ان انت لما بتحط صورتينجا ببعض بتبدأ تجهون في ادقة التفاصيل اللي ما كنتش هتلاحظه قبل كده. ولو كان في موبايل فيهم في عدسة تليفوتو للزوم الحقيقي كان حسم الموضوع طبعا. بس لما حصلش وهتبقى نتيجة تعدل هنا زي ما قلنا وكل موبايل يزيد نقطة او بوينت وتبقى النتيجة دلوقتي خمسة اربعة لصالح جالكسي اي ففتي فايف. بالنسبة لجانب والكماليات. مدمجين هنا مع بعض طبعا عشان الهاتفين في نفس الفئة ومن نفس البراند. سامسونج اي مففتي فايف من العلبة باحدث اندرويد فورتين واجهة سامسونج المستقرة وان يو اي سكس بوين وان. ودعم تحديثات اندرويد اربع سنين وتحديثات امنية خمس سنين. سامسونج اي ففتي فايف كل حاجة بالزبط متشابهة. ودعم برضو اربع سنين اندرويد خمس سنين تحت ساتة امنية. وعلى فكرة ده من اعلى الدعم في الفئة المتوسطة مقارنة بالشركات الصدية. والهاتفين فيهم حاجة زي سامسونج ناكس سكيروتي. يعني تستخدم خاصية انافسي للمتفوعات اللي هي تلمسية وانت متطمن. وممكن تستخدم سامسونج والت. دعم واي فاي سيكس. البلوتوس في سامسونج اي ففتي فايف احدث شوية بس ده فقرق بسيط. اللي هاتف فيه ستيرو سبيكر زي كويس بصمة اوبيتكال اللي هي تحت الشاشة. ولكن سامسونج اي ففتي فايف جماعة فيه براكسيمت سنسور حقيقي وليس سوفتوير زي سامسونج اي ففتي فايف. ويبقى الفائز في الجانب ده هو. تعايدوا طبعا الفريق مش كافي انه هو يحسن فوز لأي هاتف فيهم كلها يعني حاجات بسيطة. وكل موبايل هيزيد نوطة وتبقى النتيجة دلوقتي ستة خمسة لصالح سامسونج اي ففتي فايف بالنسبة للجانب القيمة مقابل السعر. انهم بايل فيهم يستحق كل ريال او كل درهم او كل جنيه انت بتدفعه من فلوسها. سامسونج اي ففتي فايف تصميم ارخص. دعم خمسة واربعين واط. مقابل خمسة وعشرين واط. تطوير ضخم طبعا ما فيش كلام. وحتى في السعر سامسونج اي ففتي فايف كان ارخص بفرق ملحوظ وفرق كبير. واللي كسب في الجانب ده هو سامسونج اي ففتي فايف لانه صلحه خمسة سعين في المية تقريبا مشاكل هواتف الفئة المتوسطة في الموبايل ده. وطبعا بيحتار بيقدم قيمة على مقابل السعر. والنتيجة هنا هو نجاح سامسونج اي ففتي فايف في تحقيق التعادل وتبقى نتيجة دلوقتي ستة. ستة. ما فيش جانب اضافي لازف ده كان اخر جانب من جوانب فيديو المقارنة. واللي يحسم الموضوع بقى هي طريقة المقارنة بتاعتنا هنا وهي جوانب منفصلة. يعني الجوانب اللي انت مهتم بيها بس. ما لكش دعوة بالنتيجة النهائية. ما لكش دعوة بحد تاني اختار ايه? اسأل نفسك اهم جوانب عندي ايه في الموبايل? وعلى اساس هتختاره. وخليك فاكر ان دي فئة متوسطة يا جماعة. دي فئة التضحيات. ما فيش موبايل كامل. فاختار الجوانب الاكثر اهمية. يعني بتقوليش مسلا كل الجوانب كانت مهمة عندي. ما ينفعش. واتمنى اكون ساعدتك بفيديو النهاردة. وارك تشاركنا رائع في انت بتميل ايه موايل فيهم وتقولينا السبب كبان. وبس ما ستنسل بقى اللايك الجميل. سبسكرايب لو لسه. وتابعنا على الاستجرام. الرابط تحت الفيديو. كان معكم محمد نوار واشوفكم الفيديو جاي.